في الأمس أيضا أدانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والنساء والأطفال من شعبنا العربي في فلسطين حيث قام الاحتلال بقصف بربري مجرم على مستشفى المعمداني بقطاع غزة مما أصفر عن استهشهاد ما يجاوز الآلاف من الشهداء معظمهم من النساء والأطفال وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن استهداف المستشفيات بالقصف يعتبر جريمة حرب وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب وما يجري من استهداف ممنهج للأطفال والمدنيين يعد كذلك جريمة حرب مكتملة الأركان تنتهج في ذلك القانون الدولي الإنساني وكافة عهود ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية يأتي ذلك في ظل صمت من المجتمع الدولي حيث صم المجتمع الدولي الأذان عن صوت القنابل والقتل وأغمض العيون عن دماء الأطفال والنساء والمدنيين ولم يستخدم المجتمع المدني إدانات انتهاكات حقوق الإنسان إلا بحسب الهوى السياسي لتظهر جليا ازدواجية المعايير والصمت المتخادل تجاه جرائم الاحتلال وإننا نحيي نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس فإننا كذلك نحيي الموقف المصري الداعم لقضية الفلسطين والساعي بكل قوة لحث المجتمع الدولي على القيام بمهامه وإدخال كافة المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية وأضف أيضا بيان تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مصر لازالت قيادة وشعبا تضع القضية الفلسطينية نصب أعينها حفاظا على حق الشعب الفلسطيني وكذلك حفاظا على الأمن القومي المصري الذي هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولذلك فإن الشعب المصري يعلم جيدا أن مصر لن تسمح قيادة وشعبا بتصفية القضية الفلسطينية عبر إزاحة وتهجير الفلسطينيين قصرية من أراضيهم وندرك أيضا أن التهجير القصرية جريمة ضد الإنسانية ترجمة نانسي قنقر